من ضمن الاسئلة ايه هي منحة القلعة وتفاصيلها الحقيقة دي منحة زي تشيفنينج لكن ليه المصريين بس دي منحة بيكون موجودة في مصر ولازم يكون معاك قبول غير مشروط لاي برنامج ماستر او ماجستير وبتبعك ورقك كله بالبريد وموجود على موقعهم لعنوان المؤسسة في مصر بتملى الفورما او الاستمارة برضو موجودة ولو اتقبلت بيمولوا الدراسة ليك لكن في شرط ده بتمضي عليه انك لازم ترجع بعدها مصر لمدة سنتين وتشتغل فيها لو انت يعني لازم ترجع ما تهجرش وده شرط اساسي خلي بالكو في جمعاب بتقدم ليه بتتقبل القبول مشروط بشرط معين اشرهم شرط لغة يعني بتمتحن او تويفل عشان تتقبل القبول نهائي وفيه طبعا شرط مالي هو انك تدفع دي بوزت او مؤدم او حجز لكن القلعة محتاجة قبول نهائي غير مشروط الا لو الشرط ده الفلوس فعادي لانهم كده كده هيمولوك لكن لو قبولك مشروط باللغة مش هينفع هما محتاجينك تكون ممتحن بالفعل ومعاك شهادة لغة فضع كل هزي التفاصيل في الحسبان ويبحثوا عن القلعة علشان القلعة سكولرشيب على جوجل لمزيد من التفاصيل وربنا وفاك وكتبوا كل خير بإذن الله